صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احنا وزي ما عدناكم معانا الاستاذ خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اهلا وسهلا بحضرتك احنا سعدائك يعني جدا بوجودك معانا شخصية متميزة مجتهدة بنسمع انك بتنزل في اجازتك الحكاية دي يعني نحاول نتقل فعملنا يعني بندر ربنا صحوانا وتعالى فعملنا يعني لما العمل يحتاجنا لازم يكون موليد والله احد مديرين الادارات كان معايا وقال لي احنا يعني علمنا خالد بحجازي ان احنا نسحى بدري ونوصل للشغل بدري ايه الحكاية دي احنا عندنا قاعدة كده عامة اساسا لما لازم نركب الشغل يعني عشان ما تنفعش انا اروح قبل بعد الموظفين ما يروحوا او طلبة تروح لازم يكون شايفة الدنيا قبلها تجهيزاتها يعني يعني اهم من الشغل تجهيزه يعني انا جاهز شغلي فلازم احتم ان اروح اسمها بركب الشغل طب نعلم بقى الموظفين يركبوا الشغل عشان الناس ما تقولش جاي هو 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 مش تعريف ولا حاجة انا مش قد ده يمكن حاجة شخصية يعني لا تموت بشيء من الحاجة يعني الكلام المعروف يعني ولكن هو ده تعريف شخصي خالد بيحجاز انت راجل متواضع جدا ويمكن احنا يمكن احنا جبناك بالعافية احنا جبناك كده هو يعني طب الشغل ايه ده لسه المعاد ما جايش واحنا لسه صباح بكرة احلى انت مش عايز الشغل قالت تراعي ربنا ونتمنى الناس كلها تراعي ربنا واحنا يمكن عشان بنقول تحيا مصر فمحتاجين يبقى العناصر المتميزة موجودة عشان الناس التانية تغيط تمام اه عايزين نقول فيه مبادرة اسمها متميزة يا جيزة ممكن تكلمنا عنها بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم من الكلام الرباني ده والروحاني ده احنا بنحاول بنا سبحانه وتعالى بنحاول ان احنا نغير من نفسنا في العمل التنفيذي في برطائينا بتعلمات طبعا من معالي اللواء المحافظ سواء سيادة اللواء احمد راشد ومعالي الدكتور الوزير دكتور طرق شوقي ان احنا لازم اداءنا التنفيذي كمان يبقى فيه شكل مختلف شوية او نطلع خطوة قدامة عايزين نعمل خطوة قدامة ان احنا كان معظم الناس وكان المسؤولين وانت وانا وما فيش فينا حد كان راضي عن التعليم او صحيح صحيح يعني دي حقيقة موجودة عن التعليم في مصر فاحنا ارتقينا بتوجيهات بردو منذ ساتة كده ان احنا لازم نغير من اداءنا التنفيذي ان احنا نعمل مبادرة تسمى او تدعى متميزة اجيزة في حبك يا مصر بتاحت العادة السيادة اللواء المحافظ سيادة اللواء احمد راشد بتاحت العادة معالي الدكتور الوزير لانهم الحقيقة هم برضو مش بنقول الاسماع دي علشان نقول احنا لازم نذكرهم لكن هم فعلا بيتفعونا لده وده ده 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 يعني منظومة تنفيذية موجودة بقت على ارض الميدان مش موجودة مش بناجع بكده يعني اي فمن منطلق حب البلد وحب بلدنا وان احنا نطلع خطر قدام اعلننا عن بادرة وخلنا موفد معالي المحافظ سيكون تحت العايته اللي هي نعمل التعليم على شكل المسابقات يعني نمارس العاملات التعليمية بشكل مسابقات بعدة مسابقات اولها الاهتمام بالمعلم والمعلم المبتكر اللي هو يعني ديني مخرجات تعلم مخرجات تعلم داخل القصر ان بعد ما يخلص الحصة بتاعته انه يهمني ان كل الطلبات بقى عارفة وفهمة الحصة بتاعته فعملنا مسابقة على مستوى المدرسة ثم على مستوى الادارة ثم على السؤال المدرية وجبنا رعاية مجلس الاباء والامناء والمعلمين ان هو هيبقى رائع الاسم لهذه المبادرة المبادرة مع جمعية المدرس الخاصة اصحاب المدرس الخاصة علشان نعمل مكافأة مجزية للمعلم المتكر وذي لم تحدث من قبل يعني علشان حتى المعلم يحس ان هو متشاف في المدرسة مع مديره ومتشاف بعد كده على مستوى الادارة ومتشاف بعد كده على مستوى المدرية والمحافظة والوزارة فاحنا عملنا المسابقة دي وفي الحقيقة فعلناها وكانت مش هقول مرضوز هالوقت لكن فعلناها وكان لها شكل غير عادي واستقبال المدرسين لها كان شكل كويس جدا مش عايز اقول الكل ولكن المعظم عندنا اشتغل كده وإحنا لو نجحنا في الموضوع بنسبة اي نسبة كانت فاحنا عملنا خطر قدام يعني اي نسبة يعني لا ننتو نكحين لاني لاني كمان الاولاد ابتدوا يبدعوا الكلام ده ما كانش موجود يا خالد بي يعني انت خليني اكمل اه فقد ضل او اقول عشان بس ما تحلقش كلام يعني اقول فالأساس المدرسة لها لما يشتغل علشان يديني النتاج في الطالب المعلم المتكد ده هيبقى مسؤول هو كمان هيبقى رائد فصل لإضافة انه هو حيديني حصة كويسة جدا ويطلعني منتج ومخرجات تعالون كويسة فهيديني هيشتغل على ان يكون رائد فصل رائد فصل ده هيخش بقى بالطالبة المسابقة التالية اولها مسابقة افضل طابور طبعا كلنا عارفين واستادة اولياء الامور والطلاب ومدرسين عارفين ان الطابور بقى شكله يعني حاجة مرسلة كل يوم هو هو بنفس الشكل فبدأت يحصل عزوف للطلبة الطابور ما بقاش شكله جاذب مش اتركتب يعني فعملنا مسابقة افضل طابور ايه هي بقى مسابقة افضل طابور دي تحتوي على الآتي طبعا المدرس بيجهزهم قبل اليوم ده قبل اليوم بتاعه اللي هو المسابقة افضل طابور دي القرآن الكريم والحديث والاخبار اليومية عن البلد كده بتتقال عن افضل مقدمة مزاعي ده هديني طالب مبدع ممكن يبقى مزيع زي حضرتك ممكن يطلع اعلامي مزيع بس استنى خالد بيه ما اصفهم غلط معلاش هذا راجل اعلامي وصحفي انا بحاور حضرتك كم الكلام انا مقصقي ممكن جهل مني ولكن لا يا حبيب بس انا يعني الاقصى ان هو ممكن يطلع مزيع ممكن يطلع صحفي ممكن يطلع اعلامي يبقى ايزا انا دخلت الفقرة اللونية في السباق بين الفصل A B و A C بعد كده A B و A C دول برها يتباره في موضوع فني في تربية فنيه عنا يتعلن عن الموضوع الفني ده في بداية الطابور علشان هياخد وقت في الرسم مش هيرسم في دقيقة فهياخد وقت قبل من الطابور ينتهي في حدود ال 20 دقيقة من 15 ال 20 دقيقة قبل ما ينتهي ال 15 ال 20 دقيقة يكون طلعت كمان طالب مبدع ومبتكر وموهوب وطلع موهبته واشوفها والناس تشوفها ونحكم عليها في الطابور يبقى اعلننا عن مسابقة التربية الفنية بعد كده عندنا مسابقة اوائل الطلبة ده كله يتضمن من ضمن مسابقة افضل طابور اللو الصبح مسابقة اوائل الطلبة A B مع A C A B أو A A B مع A C هنسأل اسئلة هنا وهنسأل اسئلة هنا الطالب بتاع A B والطالب عيسي هيجاوبه ونطلع نشوف مين يتفايز فيهم فوال الطلبة في الطابور الطلبة هيستفيدوا اللو هما اساسا بتعمل معهم سابقة وايضا الطلبة الموجودة في قد الطابور تمام يبقى انت عملت هنا عملية حراك حراك طبعا وحب الولاد للطابور ولكلام مه لا لسا ما اسمح لي ما عايزين ندخل فى حاجة اتدى اللي رضى عليك اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي فضل بعد كده عشان الطابور يبقى عشان الولاد تيجي للمدارسة الهدف الموضوع ده ان الولاد تيجي الطابور وتيجي للمدارسة وتحب المدارسة وهو ده الهدف حتى اللي انا جاي عشان اوصله مع حضرتك ان انا لازم اوصل المعلومة لكل الناس يعني حتى الزمين المدرسين المدرس كده بعد كده بيجي المسابقة الرياضية بين A, B و A, C شد حبل وليكن معار سابت بتعمل أكشن جامل جداً مع الطلبة بتعمل حراكة الطلبة جامد جداً مسابقة كمان أيضاً بين الفصلين A, B و C, A, C في أفضل موهبة غنائية أو وثقية وأيضاً إلقاء شعر ثم يختتم هذا بطابور المدرسة بطابور صباح والإعلان عن الفصل الفائز حتى يعني نشهر الروح المنافسة بين الطلبة وموديل المدرسة بيدي لهم جايزة عينية كده صغيرة ألم حاجة كده من المقصف حاجات بسيطة فهنا يومياً عندنا المدارس اللي هي مارسة هذه المسابقة بدأت تقول لنا إحنا حاسين حتى كانت مدارس خاصة حتى كانت مدارس خاصة أو المدارس حكومة يقول له على حد ينسوا معنا بدأوا يحس بالموضوع ده بدأوا يبقى فيه قبول على الطبور بدأت الناس تحاس اللي ينفذ اللي ينفذ لسه إحنا بنحاول نقوم إحنا كنا عندنا مرحلة تقويم ثم مرحلة تقييم لأن إحنا كإدارة تعليمية عندنا بتنزل إدارة تقيم الإدارة اللي فيها متين مدارسة تقومنا زي أن كان عدد إحنا كمان كمدارية بننزل نقيم الإدارات اللي هم بعد ما يطلعوا ثلاث مدارس عندهم أفضل ثلاث مدارس عندهم إحنا بننزل نقيمهم كمان فالعملية فيها حراك جميل جداً سواء من كان مواجهين أو لا وأيضاً هذه المبادرة تتضمن بعد السباقات الرياضية أثناء الفصحة وقبل الطبور مباراة كورة القدم بين جميع الفصول دوري يومي مش ورقي يومي للبنين وللبنات أيضاً مصابقة أفضل مطوية ومصابقة أفضل كتاب الشعر وأفضل موهوب فالمبادرة فيها تسعة مصابقات وهي دي بصحة حقيقة يعني إحنا ارتقينا أنها عامت حراك كبير جداً جداً معنا وارتقينا أنها كان لها دور فاعل في جذب الطلاب للمدرسة والعودة مرة أخرى ومخرجات التعلم عندي بدأت تظهر في بعض المدرسين اللي حاول يظهر أنه هو عايز يطلع يأخذ أفضل معلم بقى فيه سباق يعني سواء على مصابقة مدرسة أو مصابقة أدارة التعليمية أو مصابقة مدرسة فضل فيه جزئية يمكن من كلام حضرتك خالد بيه لو فيه مدرسة خاصة يعني ما استجابتش للتعليمات ديت هل بيبقى فيه رد فائل من المدرسة؟ احنا بفضل الله وحمده احنا عندنا المدرسة كلها على حد سواء المدرسة خاصة ومدرسة خاصة كله لازم يلتزم كله يلتزم فيه عندنا صف وكله وقف في الصف كلنا وقفين في صف واحد وإلا في عقوبات طبعا ما فيش حاجة ما فيش لا ما فيش عقوبات احنا بنقدر ناخد حق الدولة الدولة الوقتي متشابكة متماسكة جدا وفيه تعليمات قوية وبتنفذ كل الناس الحقيقة فيه استجابة عامة اه فيه استجابة عامة بين الناس والناس عايزة تطلع خطوة قدام لانه زي ما قلت ستك ودات كلامك ما فيش فينا حد كان راضي على العملية التعلمية طيب موضوع التابلت جالي سؤال بيقول لو انا دلوقتي ابني او بنتي معاها السنوية العامة وفيه تابلت بطاريته مثلا ضعيفة ايه الإجراء اللي ممكن يحصل فيها؟ هو الولد لازم يكون معاه شاحن في الفصل حتى نوفره مكان في الفصل او كده اضافة ان هو لازم يتأكد من شاحنه مساء يعني قبل ما يروح الامتحان ولو تعذر ده ان التابلت بقى حتى اسوأ الحالات ما اشتغلش او كده او لك فيه عندنا ممكن ياخد تابلت من مدرسها لو تعذر ده كمان ايضا فيه عندنا امتحانات ورقية جاهز اه يعني فيه بديل في حالة فوري ان كل حاجة فوري بيتحط والورق الامتحان ده بيبقى جاهز جاهز بيبقى جاهز عندنا احنا جاهزين لكل حاجة يعني اخذ تعلمنا من السنة اللي فاتت كلنا وخذنا دروس مستفادة واشتغلنا عليها واعتقد خذنا خطوة لقدام كويسة ويعني العملية بشكل عام بقى شكلها كويس جدا ونجحنا فيها يعني النهاية ان احنا نجحنا فيها كان فيه تحدي صارخ ان احنا ممكن من ننجحش ولكن الحمد لله بشكل عام احنا نجحنا في العملية وعلينا التابلت ده على فكرة مش معمول الانتحان يعني بس يعني الفكرة الخطوة موضح برضه للناس لاني في ناس كتير مش فاهمة يا خالد بيه هو بعض الناس معتقدة ان التابلت ده معمول اساسا عشان التقييم لا التابلت ده معمول عشان المداخرة والبحث والسرش ويعمل ابحاثة ويخش على بنك المعرفة ويخش ويخش لازم هو التابلت القصد منه هنا انما التقييم احنا ممكن نعمل التقييم وارك وقلصد انما التابلت مش معمول اساسا التابلت معموله عشان استغناء عن الكتاب المدرس مش استغناء عنه لا هو المحتوى التعليمي هيبقى موجود في التابلت اضافة ان عندنا بنك معرفة بنك اسئلة حاجات كتيرة اولا يقدر يخش يبحث علسان طالب مبتكر مش مطلقي يعني فاهم مش حافظ هنا احنا طبعا عارفين كلنا وانا وانت وكده والناس ان احنا كان الولاد يخش يخط ياخد المعلومة زي ما هي لا احنا فيه استنتاجات بتحصل فحتى الموضوع التابلت ده مش هيبقى كل الناس مفيش حد هيجب 100% 100% دي يعني حاجة جدا غير عادية انه واخد المعلومة حطها زي ما هي لا فيه استنتاجات والاجابات مش تكون زي بعضها البعض يعني ممكن الاجابة يتقال بطريقة او تتقال بطريقة اخرى ممكن تبقى صح يعني انما في finde الطرية التلقين اللي كان فيها الشغلة في الموجودة قبل كده دي كان بياخل الاجابة زي ما هي حطاها زي ما هي هيا تبقى صح تبقى مية في المية لكنها لقد لا فيها اعتمادة على التفكير اعتمادة على المخ اكتر منه ولو اشتغلنا على المخ لو اشتغلنا على البناء ادم كلنا هننجح حاول لان احنا لازم شعر على بناء الان. ان شاء الله ننجح وان شاء الله بكرة هيبقى احلى. ننجح طبعا طبعا طبعا. بكرة هيبقى احلى. هو بفضل الله وحمده الدولة الوقتي شايفة بتشوف كل الموضوع من منظور يعني طبيعي من الارض الواقع يعني. فالحمد لله رب العالمين بنتلع خطوات لقدام. ان شاء الله تدخل دايما خطوات لقدام. انت شخصية متميزة. وانا ما بجيبش عندي في البرنامج الا الشخصيات المتميزة وانت ما بتطلعش في قناة تلفزيونية. بطلعش في اي مكان. بس انت طلحت في صباح بكرة احلى. لان انت اتأكد لك ان احنا ناس بنحب البلد. وبنحب كل حد يحب البلد. وانت من الناس اللي بتحب البلد. وعايزين حضرتك تقول في نهاية اللقاء. لان طبعا الوقت بيجري بسرعة معاك. ولو طوع قلبي ما سيبكش. بس هو الوقت. عايزين كلمة اخيرة كده. هو توجيها للمدارس. ولأولياء الامور. وللطلبة. هي كلمة يعني مجازة شوي يعني. يا ليت كلنا نمسك ادينا في ادين بعض. ونطلع خطوة لقدام. ونبص لنص الكوب المليان ونبص اش للفتح عش نطلع قدام. نبني طوبة على طوبة. اكيد كل واحد فينا عنده سلبيات. اكيد كلنا عندنا سلبي. حتى انت ببيتك وانا ببيتي. وكل واحد عنده سلبيات. اخير. باتعلم نبعد شوية عن السلبيات ونتجمع في الايجابيات ونبني طوبة على طوبة عشان نطلع خطوة لقدام. الله. ده كلام جميل جدا. صباح بكرة. احنا. وبالكلام الجميل ده ان شاء الله بكرة هيبقى احنا. يا رب. ومصر هتبقى قد الدنيا. زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي قال. هتبقى قد الدنيا وهي قد الدنيا فعلا. ان شاء الله. آآ عايزين نقول في في اخر اللقاء اولا بنهني ابن حضرتك على حصوله على البطولة. آآ ياريت مرضو في ايجاز كده هو نعرف الناس ان البطل آآ ابن البطل. هذا هذا الشبل من ذاك الاسر. هو ابني اسم عمر حجازي يعني بشكرك ان انت جبت يساف. ده ده احنا اللي بنشكرك انك جبت ابن بطل آآ على دماغنا من فوق. احنا عايزين الميت مليون ابطال زي ابن حضرتك. هو من تريبا اربع سنين حصلته حدثة كده بات الفلسطاق بعد آآ حدثة موتسيكل كان جاي من سيناء بعد كده كان هو شاب عادي يعني. بعد كده طبعا كان هندل تحته خالص كلنا وقفنا معا انا ووالدته صوته كده. آآ بده هو يطلع خطوة قدام. انا انا هبابا انا هعملها عبر خليجي العقبة سباحة بخدم واحدة. طبعا احنا كلنا ما ما صدقناش وشغلنا. كنتو خايفين كمان. طبعا. طبعا. فاشتغلنا معا على ان هو بس يطلع من الحالة اللي هو فيها. بس في الحقيقة يعني. هو تعدى كل الظروف كلها والصعوبات. وبدأ يتمرن هو كان سباح عادي عام مثلا من خمسين متر ميت متر زي زيك. بدأ يتمرن كل يوم لوحده لوحده فاحنا كنا وسطين خلاص. والحمد لله اشعر القدر ان هو يعمل ده. وكمان عمل ايفنت تاني. جي من طابة للهرم بالعجلة. وهو راح البطولة في انجلترا حق في رقم كاسف. فهو اصبح بطل بعد ما كان يبقى زيحت تحت تبقى فوق. الحمد لله احنا عايزين مصر تبقى فوق. والف مبروك. وتحية للبطل. الف سلام وتحية. تحية ليكم اعزائي المشاهدين على وجودكم معنا. تحية لخالد بيحجازي وكيل وزارة التعليم بالجيزة. شكرا لحضرتك. شكرا. عزائي المشاهدين. نرجو نكون قد اسعدناكم. سعدنا بكم حلقة جديدة ولقاء جديد. وبرنامجكم صباح بكرة. احنا. اشتركوا في القناة